وكلفني أيضا وبما أنفقوا من أموالهم أكو قسم من الناس يأخذ جزء من القضية أنا رب الأسرة أنا الحاكم الأوحد في هذا البيت زين هذا في مقابله أكو شيء وهو أن الإسلام حملني مسؤولية الإنفاق على أسرتي حتى إذا كانت هي تأخذ من الحكومة مبالغ مالية ما إلى ربط هذا بل حتى لو كانت هي أثرة مني لنفترض هي تشتغل وتأخذ إلى مثلا في الشهر 2000-3000 وأنا لا إما ما أشتغل أو إذا أشتغل أخذ 1000-1000.5 نصفها هي لا يجب عليها أن تصرف على المنزل شيئا من الناحية الشرعية وإن كان ينبغي لها ذلك من الناحية الأخلاقية لكن أنا واجب علي أن أنفق عليها وعلى عيالي كواجب شرعي أنا ملزم به ما إلى ربط أنه أنت تستلمين مبالغ وأنت تستلمين أموال وهذا هو بعد أنت مكتفي أو أنت تأخذ أكثر من عندي الواجب الشرعي هنا يقتضي أن أنا أنصرف أنفق نعم تلك المرأة ينبغي أن تتمسك بالخلق الإسلامي العالي في الإنفاق والمشاركة والعطاء هاي المرأة إذا كانت تريد أن تتصدق هنا وهناك فبيتها والصرف على أولادها وإعانة زوجها إن لم يكن أولى فهو يساوي ما في الخارج لكن ليس واجبا شرعيا فميحق إلي أنا الإنسان الرجل القوام ولي الآمر ما يحق إلي أنا أقول إلي والله أنت تشتغلي وانت موظفة أو أنت تستلمي أموال وأصرف من عندك أنا هنا لا أتبع علي عليه السلام علي وأبناؤه ومن جاء من المراجع العظام يقررون أنه يجب على الرجل بما هو رجل وبما له الولاية في المنزل أن يصرف على أهله وعلى عياله بغض النظر أن الأهل والعيال عندهم أموال أو لا المرأة عندها وظيفة أو لا يجب علي أن أصرف على ذلك أقول بعض الأحيان الإنسان يروح حتى يستعين لا سمح الله بالقضاء الوضعي لكي ينفي عن نفسه مسؤولياته